قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم أهلا بكم مشاهدين إلى معرض صحافة نهار اليوم نستهل بأبرز ما جاء فيه من عنوين والبداية بجريدة النهار النهار عنوان صفحتها الأولى مدير التوظيف الخليفة أروايس قال كانت لدينا اتفاقية مع مركز تابع للجيش لإجراء فحصات طبية قبل توظيف المضيفين 6000 دينار سنوية لتأمين السيارات بالكيلومتر اللحوم بالفاصيلتي لموظفي القطاع العام الخاص في رمضان وزيادات تصل إلى 30 دينار في علب السجائر قالت النهار في صفحتها الأولى وصل أمس القاضي عن طرم نور استجواب المتهمين في قضية الخليفة بنك وكشف مدير المضيفين بخليفة أروايس في اليوم الثامن للمحاكمة أن الشركة تعقدت مع مركز تابع للجيش الوطني الشعبي من أجل إجراء الفحصات الطبية للمضيفين والمضيفات قبل الموافقة على توظيفهم وأكد أنه تلقى قرضا وصفه بمنحة اجتماعية بموافقة من الخليفة على متن الطائرة أطلقت شركة أليونز للتأمينات عرضا جديدا أوتو بليس والذي سيسمح للزبائن بتسديد تأمين سنوي على حصب عدد الكيلومترات المقطوعة بسعر مناسب يتناسب مع سعر الخدمة والامتيازات التي سيستفيد منها المؤمن على سيارته المؤمن على سيارته من خلال ثلاث سياق سنوية جزافية من دون احتساب الكيلومترات الإضافية المقطوعة التي تضاف في السنة الموالية قررت لأول مرة الشركة الجزائرية لللحوم الحمراء بيع اللحوم الحمراء لفائدة عمال وموظفي القطاعين العام والخاص بالتقسيد خلال الشهر رمضان بأسعار جد مدروسة ستقل عن الألف دينار للكيلوغرام الواحد وذلك بعد إبرام المؤسسة لاتفاقية مع لجان الشؤون الاجتماعية أقلت النهار أيضا عرفة تسعار علبة السجائر زيادة وصلت إلى ثلاثين دينار لدى تجارة تدزية خصوصا منها العلامات الأجنبية وقالت النهار تأتي هذه الزيادة الثانية في فترة قصيرة لم تتعدى ستة شهر بعدما قاب تجارة الجملة نهاية العام الماضي برفع الأسعار بحجة أن هامش الربح قليل جدا ويهددهم بالإفلاس جريدة الخبر عنوانة 21 انتحاريا يحضرون الاحتداءات بالجزائر وتونس وقالت الخبر نشرت مصالح الأمن في دول السحل ومنها الجزائر هوية 21 انتحاري من جماعة إرهابية تتشكل من جنسيات مختلفة أغلبهم من مالي وتضم القائمة تونسيين اثنين وأربع موريطانيين ومصريا واحدا وثلاثة جزائريين ونيجيريا يتدربون في ليبيا على تنفيذ عمليات انتحارية لاستهداف كل منها الجزائر وتونس وقت الجزائر قالت موجهة بالخناجر والهروات بين عرشين بجايا وقالت وقت الجزائر انفجر الوضع صبيحة أمس الأربعاء ببلدية تأتمريشت 45 كم شرق عاصمة ولاية بجايا حين اندلعت موجهات عنيفة بين سكان عرشين أدخل البلدية في حالة فوضى قرابة 45 يوما أصفرت حسب الصحيفة عن وقوع جرحة وتخريب ممتلكات عمومية وكانت نتيجتها التوقيف رئيس البلدية من قبل والي ولاية بجايا جريدة البلاد قالت وجبة غذاء فاسدة كادت أن تؤدي بحياة 251 تلميذا ببير ببومرداس وقالت البلاد أصيب أكثر من 250 تلميذ يدرسون بمدرسة تأواد البسباس ببرج مناين بولاية بومرداس بتسمم خطير أثناء تناولهم وجبة غذاء فاسدة بمطعم المدرسة وتم نقل الضحايا بعد إصابته مباشرة بأوجاع وتقيئ شديد إلى مستشفى برج مناين أين تم تقديم الإسعافات الضرورية والعاجلة له جريدة المساء قالت إعادة تفعيل الفيدرالية الوطنية للصحفيين وقالت المساء أعلنها وزير الاتصال حاميد جرين عن إعادة تفعيل الفيدرالية الوطنية للصحفيين المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في خطوة لرص الصفوف ومعالجة العديد من الملفات العالقة وفتح مسائل تهم القطاع على غرار صندوق الإعانة في الصحف النطقة بالفرنسية ليبرتي قالت المحكمة الإدارية تؤجل الفصل في قضية الأفلان وقالت ليبرتي أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس الفصل في الشكوى المقدمة من قبل خصوم سعداني ضد وزارة الداخلية بمنحها رخصة للحزب من أجل تنظيم المؤتمر عاش الحزب وهذا لغاية العشرين من الشهر الحالي جريدة الإكسبريسون قالت فرصة السلام في مالي وقالت ينتظر أن توقع تنسيقية حركة الأزواد بالأحرف الأولى اليوم بالجزائر العاصمة على اتفاق السلام والمصالحة بمالي الذي سبق التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح من مارس الفارد من طرف حكومة مالي والجماعات الملتزمة بالأرضية أخبار الصحف المحلية جريدة النصر قالت المزارعون يستنجدون بوادي سيبوس لإنقاذ حقول القمح بقلمة وقالت النصر رشغل المزارعون العاملون بحوض سيبوس بقلمة أنظمة السقيب بكثافة في محاولة لإنقاذ ما تبقى من حقول القمح التي تتعرض لأسوأ موجة جفاف تشهدها الولاية قالت النصر منذ عقود وبدأت قذفات المياه ترسل كميات هائلة من الرذاذ وسط حقول القمح التي بلغت مرحلة متقدمة من النصر بسنابلة ثارغة حيث لم تسقط الأمطار منذ منتصف شهر مارس تقريبا جريدة الوصل غرب البلاد قالت تحول المسارات لمضمار سباق السيارات وملاعب كرة وقالت الوصل في أعقاب الإضراب الطويل الذي تبنته نقابة مؤسسات راموي وهران بدأت العواقب السلبية تطفو على السطح مهددة مصير الشركة ومشجع على بروز ظواهر مشينة صدرة من طرف مستعمليات طريقة الذين حولوا مسارة راموي إلى سباق سيارات وملعب لكرة القدم تصريح اليوم وتصريح صالح بن قبي المجاهد والذي قال أمجاد الجزائر كانت تتقسمها المرأة مع أخيها الرجل وبمشاركة الأطفال وإضراب 19 ميس 56 لم يأتي صدفة بل كان نتيجة الاضطهاد وتصعيد حدة العنف ضد الطلبة من طرف الإدارة الاستعمارية والحوار بين الأجيال اليوم يعاني انقطاعا لأسباب كثيرة ويجب كتابة التاريخ بموضوعية وبأقلام نازية أجندة اليوم يقوم زي العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم بزيارة ميدانية إلى ولاية سوق هراس وتنظم مديرية الشؤون الدينية والوقاف ندوة علمية تاريخية إحياء الذكرى مجازر 8 مايه 1945 وينظم مصنع طلونيك اليوم أبواب مفتوحة على نشاطه حول استرجاع وتحويل الورق بالعزون دا نختم معرض الصحفة شكرا على الإصغاء والمتابعة لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية ترجمة نانسي قنقر